بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الذين يعلم بالقلم علما الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير حبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النهاردة يا شباب النهاردة يا بنات هنذاكر مع بعض أخر درس عندنا في الترمية الثانية في الأدب للصف الأول صلى الله عليه الصلاة والسلام الدرس اسمه تطور الشعر المعاصر في ناس ها تطلق piyingA bekommen Stephan Marcos et me am them aKAan والدرس ناس hoo found mic house كان الشعر الحديث بصوا جماعة الشعر المعاصر ده المقصود بي يعني فترة ما بعد الحرب العالمية التانية يعني من بعد الف تسعمية خمسة واربعين ده اسم الشعر ايه يا جماعة ده اسم الشعر المعاصر طبعا انتوا هتاخدوا كله بالتفصيل في تالت سنوي قبل الحرب العالمية كان فيه مذهب كده او فيه مدرسة شعرية اسمها مدرسة الرومانتيكية او المدرسة الرومانسية المدرسة دي كان الشعر فيها كله شعر ايه كله شعر عن الطبيعة هذا الرومانتكية دي مش مقصود بها حب لا المقصود بها الطبيعة كانوا دايما مرتبطين بالطبيعة وبيعيشوا في الخيال بيركزوا على الأوهام والخيال والكلام ده كله لكن لمجرات الحرب العالمية التانية ومات خمسين مليون واحد في العالم العالم كله تجاه ساعتها لإيه؟ العالم كله تجاه للواقعية أو الشعر المعاصر أو الشعر الحر شعر بقى بيتكلم عن مأسات الإنسان وواقع الإنسان يتكلم عن الفقر يتكلم عن المصايب الإنسان عمله في نفسه ده اسمه يا جماعة ده اسمه تطور الشعر المعاصر أو الشعر إيه الشعر الحر ده هو الشعر إيه يا جماعة الشعر المعاصر بقول لك متى اتجه الشعراء للشعر المعاصر أو الواقع بقول لك بعد الحرب العالمية التانية حتى يتخلصوا من نظام القصيدة التي كان سائدا عند مدارس الديوان وأبولو والمهاجر الديوان وأبولو والمهاجر دول يا جماعة ناخدهم في 3 سنوي بالتفصيل دي مدارس شعرية أو نظام شعري منهج شعر يعني المنهج ده كان هو المدلسة الرومانتكية يعني شعراء كده كانوا دايما بيكتبوا القصيدة عن الطبيعة والكلام ده كله يعني كان دايما بيركزوا على العاطفة بتاعته فالشعراء قالوا خلاص احنركن الكلام ده خالص ونتكلم عن الواقع بقى اللي بجد نتكلم عن الواقع فبيقولك الشعراء دول تحرروا من القيود التي فرضت على الشعر منذ القدم وكسروا كل القيود يا جماعي احنا ايام زمان واخدينا القصيدة بتتكون من شطر وشطر شطر وشطر بيقاليها شكل معين كده وبندق بتصريع وبنعمل قافية واحدة الشعراء دول ما ندومش الكلام ده خالص جددوا كسروا كل القيود دي بيقولك ظهرت ملامح وتطور هذا الشعر الجديد في مصر وسوريا والعراق وتونس مصر وسوريا والعراق تونس ظهر بشدة ظهر فيهم الشعر ايه ظهر فيهم الشعر الجديد بعدها بيتكلم عن رائد الشعر الجديد مين رائد الشعر الجديد يا معا ومين يعتبر اول واحد يعني بدأ النظام ده بيقولك الشعارة العراقية نازك الملائكة الشعارة العراقية نازك الملائكة التي كتبت في مقدمة ديوانها شظايا ورماد عن هذا اللون من الشعر اكدت ريادتها بقصيدة الكوليرا يعني هي قصيدة اسمها الكوليرا كم تكون فيها مرد اسم الكوليرا عام زي كورونا دلوقتي كده فبتقول ايه بتقول سكن الليله اصغي الى وقعي صدى الانات في عمق الظلمة تحت الصمت على الاموات صرخات تعلو تضطرب حزن يتدفق ويلتهب ركز معا في شكل القصيدة بص عبارة عن سطور تحس انها مش شعر قوي اول ده النظام الجديد يا جماعة مفيش واحدة وزنه القافية النظام جديد خالص للشعر الجديد بيقولك اسماء اخرى زي الشعر الحديث الشعر الحر الشعر المرسل شعر التفعيلة ده كله اسمه ايه ده كله اسمه الشعر المعاصر بنسميه اسماء كتير جدا بعد كده في الكتاب بيجيب لك اسماء شعراء طب هتقولي انا مطالب احفظ الاسماء دي كلهم لا ما تحفظت حاجة الامتحان زي ما قلنا جماعة open book انت في الامتحان بتخش بالكتاب سواء على التابلت او مطبوع لكن تقريبا دوقتي كله تابلت فعموما ياني الامتحان كده كده مش بيطلب منك اسم شاعر وبتكمله والكلام ده فاسماء الشعاء دول انت مش مطالب تحفظهم ولا حاجة انت مطالب بس تعرفهم ولو سألك عن حاجة من دول بتطلعها من الكتاب احنا اهم حاجة جماعة عندنا الفهم تفهم القصائر وتفهم الشعر نفسه مش طالب تحفظ اسماء اخر حاجة بيكلمك بيقولك ما سمات الشعر الجديد ايه يا سماته بقى من حيث المضمون والموضوع بيقولك الاتجاه للحياة العامة بدأ يتجه للواقع تصوير هموم الناس ومشكلات الناس وتطلعات الناس فهم الشعر على انه الاحساس بالواقع والتعبير عنه بدأ يعبره عن واقع الناس ومشاكل الناس بعد كده بيقولك جامعة التجربة الشعرية الى جانب العاطفة والخيال امورا اخرى زي موقف الانسان من كون والتاريخ وقضايا الوطن والتراث التجربة الشعرية عن القصيدة تركيبة القصيدة ايام زمان كان الشعراء بيركزوا على العاطفة والخيال بس انما دلوقتي لا يقولك الشعراء ركزوا ايه ركزوا على قضايا اخر زي موقف الانسان نفسه من الكون موقفه من التاريخ من قضايا الوطن من التراث بدأوا يدمجوا اكتر من حاجة في القصيدة مش هنتكلم عن العاطفة والخيال بس زي الشعراء بتوع زمان لا هنتكلم عن اكتر من حاجة بعد ذلك بيقول ذلك من حيث البناء الشعري أو شكل يعني استخدام اللغة الحية التي يسمعونها في كلام الناس بدأوا بيعوم جماعة ايه؟ اسماء قصائد سهلة كلمات القصائد نفسها بقيت سهلة جدا كلمات سهلة جدا بنسمعها كلنا في كلام الناس مافيش الكلمات الصعبة بتاعة الزمان الاهتمام بالصورة والرمز والأسطورة الصورة عارفةنها لو والاستعارة والتشبيه والكناية والمجاز ايه الرمز والأسطورة ده الاسطورة بيكلمك عن قساطير بتاعة أيام زمان الأساطير كانت موجودة أيام زمان بدأوا يكتبوها تاني في الشعر عندهم الرمز يعني يا جماعة من الآخر كده الرمز يعني بيرمز لحاجة في القصيدة بدل ما يتكلم عنها بطريقة مباشرة يعني مثلا أيام زمان كان مثلا بيتكلم عن إيه بيتكلم عن الجندي الشجاع في المعركة إنما دلوقتي مش هيكلمه عن الجندي الشجاع هيكلمك عن الأسد الأسد اللي كان ماشي في الصحراء وقتل الزئب هو يقولك في القصيدة دي إن الأسد ده هو الجندي والزئب ده هو العدو ده اسمه رمز يا جماعة بدل ما يتكلم عن الشجاعة رمزهرك بالأسد بدل ما يتكلم عن الفقر مثلا لا يصوره لك على هيئة وحش ده اسمه يا جماعة ده اسمه رمز بعد كيه بقولك اعتبار القصيدة وحدة موضوعية يعني القصيدة كلها بتتكلم عن موضوع واحد قصيدة كلها متكاملة في موضوع واحد تضم الفكر والمعاني والعاطفة والصور والموسيقى في بناء تام يعني القصيدة تحس انها ايه معمولة بهيكل منظم قصيدة منظمة بطريقة جميلة تمام وبالنسبة للموسيقى في القصيدة بقولك اعتمدوا على واحدة موسيقية تتكرر دون ارتباط بكم من محدد لعددها وهي التفعيلة ايه النقطة دي يا جماعة ركزوا معي النقطة دي في التفصيل هتاخدوها في ثلث سنوي لكن عموما يعني التفعيلة بالبلد دي كده يعني ايه يعني تقطيعة البيت يعني ارجع معايا كده هات القصيدة بتاعت الكوليرا الشاعرة قالت ايه سكن الليله بص ركز معايا البيت نفسه او السطر الاولاني بص في كلمتين بس سكن الليله بص السطر اللي بعدين بقى اصغي الى وقع صدى الانات ايه ده اطول شوية طب بص اللي بعدين في عمق الظلمة تحت الصمت على الاموات شايفين يا جماعة ده اسمه ايه جماعة ده اسمه شاعر التفعيلة شاعر التفعيلة من الاخر كده يعني شاعر تفعيلات كل بيت بتختلف او بالبلد دي كده وزن كل بيت بيختلف الشطر الاولاني او البيت الاولاني او السطر الاولاني بص كان صغير اللي بعدين متوسط شوية واللي بعدين كبير اسمه شاعر التفعيلة التفعيلة دي اللي هي تقطيعة البيت تمام وفي الاخر بولك تنوع القافية فقد يستخدم الشاعر اكثر من القافية في القصيدة الواحدة وبكده كنت خلصنا جماعة الادب عندنا في المنهج بالنسبة للتلم الثاني للصف الاول السنوي ما تنساش تحل معنا واتتابع معنا التدريبات اللي بنزلها عشان تقدر تتقن الدرس ده كويس وكل تدريبات الادب بإذن الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ولا اله إلا أنت نستغفرك ونتوب عليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته